معنا من الجليل الأعلى مراسلة العربي كريستين ريناوي كريستين أهلا بك معنا قبل قليل كان معنا محمد إشبار مراسلنا في جنوب لبنان كان يتحدث عن هدوء النسبي في ظل هذا الاستنفار الكبير تحديدا في الشمال والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تحسبا لرد كما يقولون إيراني كيف ينظر إلى ما ذكره هذا المنتدى 1701 على تضرر كبير في عدد المنازل وصل إلى حوالي 800 وأيضا البنى التحتية في الشمال أحمد العمليات تنفذ هنا منذ الثامن من أكتوبر وما نشره المنتدى الإسرائيلي 1701 والاسم مشتق من القرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 هذا المنتدى نشر معطيات تبين حصيلة ونتائج العمليات التي يتواصل تنفيذها بحسب معطيات المنتدى بأنه أطلق خلال شهر مارس الماضي ما لا يقل عن 719 صاروخا من بينها 74 صاروخا مضادا للدروع أيضا 632 صاروخا تقليديا أيضا 13 صاروخا ثقيلا إلى جانب تسلل ما لا يقل عن 42 طائرة مسيرة وتأكيد مقتل مدنيين اثنين آخر المدنيين كان في كرياتشمونة عامل في عملية استهدفت كرياتشمونة وتضمنت إطلاق ما لا قل عن 40 صاروخ وإيضا القتيل الذي سبقه كان في مارغاليوت في محيط كرياتشمونة حيث نشاهد الآن مناطق إصبع الجليل على الشاشة إلى جانب أيضا تأكيد إصابة 16 عسكريا ومدنيا بنيران حزب الله وتأكيد أيضا ما أوردته سابقا هيئة البث الإسرائيلية بتضرر 755 منزلا وبينة تحتية بنيران حزب الله على هذه الجبهة الشمالية بفعل الصواريخ والطائرات التي تطلق إلى جانب أيضا الأثار بناجمة عن الوجود العسكري والأليات الثقيلة والدبابات التي تطلق القذائف من محيط المنازل هذا أيضا أدى إلى تضرر البناء التحتية في الشمال على أي حال نحن هنا أحمدنا تحدث عن النيران وأيضا هناك تحدي إضافي أمام إسرائيل ونحن مقبلون على موسم الصيف صحيفة دعوت أحرنوت نقلت عن ضابط إطفاء بأنه مع حلول الصيف كل شضية صاروخ تطلق أو سقوط لمصيرة وأن تصيب الأرض قد تؤدي إلى اشتعال الحرائق وبالتالي شكل المواجهة وتأثير ونتائج العمليات التي نفذت خلال فصل الشتاء سوف يكون مختلف تماما عن المشهد في الأيام والأسابيع المقبلة خلال موسم الصيف على أي حال بيان واحد للجيش الإسرائيلي متعلق بالجبهة الشمالية قال فيه أن الطائرات الحربية قصفت كفر كيلة وأيضا مواقع في الجنوب اللبناني تحديدا مواقع استطلاع وبنى تحتية لحزب الله كما أسماها هذا إلى جنب حالة من الترقب الكبيرة تسود على هذه الجبهة لم نسمع خلال الساعات الماضية أي صفرات انذار لكن الآن صفرات الانذار تدوي وعلى ما يبدو أنها تدوي في نعم الآن صفرات الانذار تدوي في بصة في الجليل الغربي هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفرات الانذار في مناطق الجليل الغربي وهذا ينذر بأن العمليات استؤنفت على هذه الجبهة ليلة الماضية نذكر على أنه أصيب منزل في المطلة بصاروخ مضاد للدروع وأحدث أيضا أضرارا جسيمة وكان هناك أيضا إطلاق لثلاث قذائف كتيوشة من الأراضي السورية باتجاه جنوب الجولان صفرات الانذار تواصل الدوي في مناطق الجليل الغربي في هذه الأثناء أحمد وكفة المشاهدين كنا نتحدث عن هذه الجبهة الإسرائيليون يتحدثون عن أن جبهة الشمال قد تكون إحدى السحات التي قد يرد عليها على الهجوم الإسرائيلي على صفارة أو قنصرية طهران في دمشق قال المراسلون والمحللون العسكريون للقنوات الإسرائيلية إن إيران قد ترد من أراضيها بشكل مباشر أو من عبر وكلائها من سحات مختلفة صحة لبنان وسوريا إحدى الخيارات لهذا الرد إلى جنب العراق اليمن أيضا داخل الخط الأخضر والعمليات التي قد تنفذ داخليا أيضا سفرات دولة إسرائيل أو أهداف يهودية حول العالم بالتالي نعم هناك حالة من اليقظة حالة من الاستنفار على هذه الجبهة آخر التصريحات السياسية المتعلقة بهذه الجبهة كانت على لسان عضو كابنت الحرب بني جانس الذي قال إن الهدف يجب أن يكون لإسرائيل أن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان مع حلول الصيف قبله كان يؤاف جلانت وزير الأمن في حيفا لفحص جوزية الجهاز المدني الإسرائيلي لسيناريو الحرب هناك أطلق تصريحات إضافية وقال إن إسرائيل لا تتمنى الحرب مع لبنان وأن الحرب مع لبنان سوف تكون تحدي صعب لإسرائيل لكنها سوف تكون كارثة على لبنان وعلى حزب الله وعلى بيروت وعلى جنوب لبنان وقال إن إسرائيل تفضل الحل السياسي والاتفاق على هذه الجبهة ليس الخيار العسكري بعد أيام ساخنة جدا شهدناها وبعد الإغتيال أيضا والهجوم الدراماتيكي على قنصلية طهران في دمشق أطلق جلانت هذه التهديدات في محاولة للإظهار أن إسرائيل ما زالت تفضل أيضا هنا الحل الدبلوماسي أحمد نعم كما قال الحل الدبلوماسي ويبدو أن حالة الاستنفار أيضا كريستين بدأت في الداخل الإسرائيلي حسب ما أفاد موقع والا الإسرائيلي يقول بأن الإسرائيليون يتوافدون إلى المتاجر لشراء مواد تموينية تحسبا لرد إيراني وأيضا كان هناك حديث عن البنك المركزي وتحذيرات من سحب أموال كبيرة على كل إن سنعود إليك طبعا كريستين في المتابعة لآخر التطورات ورزلها من الجليلة الأعلى مراسلة العربي كريستين ريناوي شكرا جزيلا لك كريستين شكرا جزيلا لك